بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة اليوم إن شاء الله حنتكلم عن أنواع السكن في إندونيسيا لكن قبل لا نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات هيا بنا بنجر مع زن أحلى كلام شعب مسلم راكع في كل شؤونه بارع عدات تقاليد حكم الحق صصن ونغم باتو مالا بسروان باندو قنب جمبارا إندونيسي الحياة للأمام هذا نوع من أنواع الشقق أو يسمونه هنا رمح روسل شوهو هذا يسمونه رمح روسل شوهو هذا كذا رمح روسل شوهو نوع من أنواع السكن الإندونيوسيا طبعا هذا هو عبارة عن شقق ولكن قديمة جدا رمح روسل ما فيها أسانسير والبناء يكون قديم نوعا ما طبعا يعملون لهم ملاعب شوفوا هذا في ملعبنا والغاز والموية من الحكومة جاي هذي مواقف السيارات الموجودة في هذا المجمع السكني للشقق القديمة تعتبر قديمة جدا لقد كان لها 40 أو 50 سنة تخيلوا 40 أو 50 سنة الناس الأكابر كانوا ساقرين هنا موسيقى 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 ولا سنقول اسم المكان اللي يعرف هيعرف بس نظام الشقق زي ما قلنا هنا في اندونيسيا طبقات وأنواع يعني فيه شقق زي بعض الشقق الصغيرة حخاصة المبنية حديثة تعتبر شقق اقتصادية شقق اقتصادية بمعنى انها صغيرة يعني مساحتها ما تيجي مية ما يجي مية خمسين ثلاثين أربعين متر مربع فحاجات صغيرة فقط للناس اللي تبغى تسكن في شقق طبعا طبعا هذه الشقق عالة أبراج يعني هنا برج هناك برج هناك برج بينهم تحت في حديقة وهو حديقة ومسابح هذه مشتركة لهذه الثلاثة الأبراج اللي هنا وأيضا في أي منطقة إذا فيها أبراج دي كذا عالة نحط فيها حدائق ومسابح خاصة لأهل هذه الأبراج فهذه الأبراج صراحة يعني جميلة فيها مسابح شكرا للمصبح الكبير هذا هذا المصبح الكبير حق الناس الكبارية وذلك المصبح الصغير حق الصغار والعالم عايزة مقايا جميلة هذا المجمع السكني والتجاري لماذا تجاري؟ لأنه هذا مولد شوفوا هذا اللي تحت هذا مولد فهوغ المولد فيه فلل للاحظة هذا من خلف الفلل هذه كلها فلل فهوغ المولد طبعا هذا الطريق اللي هو حق الناس الكبار اللي حق الفلل نعم هذا هو الطريق اللي فلاك الفلل فهوغ المولد مسووين مجمع سكني وفلل غير طبيعي يعني هذه بعض العينات لأنواع الشقق والمساكن اللي في اندونيسيا زي هذه العمار اللي قدامنا هاي ثلاثة واربع عماير واحد ثلاثة واربع خمسة عماير تحت في الدور الخامس بمسوين حديقة لو نلاحظ شايفين الحديقة وشايفين الملعب التنس الأرضي التنس الأرضي وحديقة وايضا الدمارة طبعا موش علان لهم ولكن حياة يعني عالم عائشة مكتفين ذاتيا مكتفين ذاتيا مواقف فيه سوبر ماركت فيه كل شي فيه كل حاجة متوفر عندك يعني انت اذا جيت بيتك اذا جيت بيتك ما تحتاج اني تفرج برا المول جنبك الحديقة عندك مواقفك كل اغراضك موجودة حولك يعني ما تحتاج انك تفرج بجاكرتين اذا ما تغيرتوك فهذه بعض انواع الشقق والمساكن في اندونيسيا بشكل عام وفيه طبعا انواع اخرى اغل من هذا المستوى وفيه اشياء اعلى من هذا المستوى خاصة اللي في وسط جاكريا اللي فيه بعض الشقق توصل الى ممكن خمسين مليار خمسين مليار تخيلوا خمسين مليار عند تقريبا اه المليار حوال اله اه كم اه بعمية تلف والمان هون غمية تلف ثلاثمية تلف ممكن تقريبا تقريبا وخمسين مليار عدح سبوها غم تيجي فهذه الحياة هنا الحياة في اندونيسيا يعني انواع طبقات وانواع ولكن تقدر تعيش في الطبقة اللي انت تقدر عليها لا تغسب نفسك وتقلع فوق تعدى بنفسك وبعدين اه 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 انا دولهم تورط فهذه هي انواع اه الشقق اللي احنا دعا نطقيها ونروح نشوف اه شقق اخرى او اه سفن اخرى شكرا شكرا اشف اندار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه البيوت تكثر في القرى في السابق كانت البيوت الشعبية متباعدة عن بعضها البعض ومع مرور الزمن وارتفاع سعار الأراضي وزيارة عدد السكان بدأ الناس يبنون بيوتهم بجانب بعضهم البعض حتى أصبحت البيوت متلاصقة لتكون أزقة وأحياء أهم ميزة في البيوت الشعبية المنفردة سابقا وبخلاف أنها مبنية مباشرة على الأرض وبدور أرضي فقط فإن لها صق خاص بها يثبت ملكية الأرض والبناء لصاحب البيت مجمعات الشقق السكنية الشقق السكنية هو بناء خرساني من عدة أدوار في كل دور يتم تقسيمها إلى غرف وصالات ومطبخ وعمام ليكون لنا شقق سكنية هذه الأبنية أو الشقق عادة ما تكون في وسط المدن لتساهل سكانها أو لساكنيها الاستمتاع بأنشطة الحياة المدنية المختلفة الشقق الفندقية كوندوتيل هذا النوع من السكن بدأ بالظهور في أمريكا حيث اشتارت الشقق بالبناء الفخم وتعود ملكيته لأشخاص ذوي مستوى عالي من الرغد الحياة وفي الأوقات التي لا يسكنها أصحابها تعرض هذه الشقق الفندقية للإيجاب عزبة أو سكن مؤقت هذا النوع من المسكن دائما ما يكون الاختيار الأكثر للسكن خاصة للمغتربين من خارج المدينة سواء للعمل أو الدراسة أو غير ذلك هناك إمكانية أن تكون غرفة العزب داخل إطار البيت الرئيسي لصاحب المكان أو يتم بناءه بشكل خاص على شكل غرف مرصوصة حتى يكون لهم خصوصية خاصة بهم الأغلبية من أصحاب هذا النوع من السكن يقدمون بعض الامتيازات لساكنيها مثل سرير للنوم دولاب ملابس مروحة أو مكيف وحمام خاص داخلي وهناك من يقدمون خدمات إضافية مثل مكان لغسيل الملابس أو مطبخ عام وحتى صالة عامة لمشاهدة التلفزيون بيوت للإيجار لا تختلف كثيرا عن غرف العزب من حيث أنها تؤجر للمغتربين أو المنتقلين حديثا من مناطق خارج المدينة الاختلاف يكون بأن بيوت الإيجار يكون لها خصوصية أكثر لأنها تؤجر كبيوت منفردة لها مدخلها الخاص ومنفصلة عن منزل صاحب المكان فلا هذا النوع من السكن الفخم مقترم بالطبقة الغنية أو ذوي المناصب العليا والدخل المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الفلل لا يمتلكها سوى التجار أو أصحاب المناصب العليا وفي أغلب الأوقات تكون هذه الفلل في أماكن الاسترخاء والتماشي كبيت ثاني للعائلة ويحرص أصحابها على توفير سبل الراحة والترفيه بها كالحدائق الواسعة وحوظ السباحة وملاعب للأطفال وفي بعض الأحيان تؤجر هذه الفلل في حال عدم السكن بها من ضمن أنواع السكن الموجودة في إندونيسيا مثل هذا المجمع السكني هذا المجمع السكني يعتبر من المجمعات السكنية الراقية فهنا هذه البوابة الرئيسية لا يدخل إلا أهل المنطقة أو يبلغ الحراس الحراس يعرفوك أنك من أهل المنطقة يفكلك الحاجز حق دخول هذا المجمع السكني لحفظ الأمل والأمان في هذا المجمع السكني عشان لا سمح الله إذا صارت فيها صرقة أو شيء يعرفوا من الذي دخل ومن الذي خرج وفي كل مكان يوجد كاميرات في كل مدخل من المداخل يوجد كاميرات طبعا هنا هذه البوابة الرئيسية وتوجد أيضا تقريبا ثلاثة واربع بوابات أخرى وراح نخش هذا المجمع السكني ونشوف إش في من أنواع للسكن وأنواع البيوت الموجودة في هذا المجمع السكني يلا نروح يا مكاسي طبعا داخل المجمع شوفوا هنا فيه روضة روضة اللي هي طبعا الروضة معروفة يعني مدرسة للأطفال فهنا المجمع ما شاء الله شوارعه الرئيسية تبيرة وأكيد مثل هذه المجمعات توجد المساجد في مسجد وفيه هنا أيضا شوفوا لو نلاحظ أننا لا نستطيع أن نشوفه في هذا المكان تقريبا هنا قاعة للاحتفالات دعونا نوقف ونصوره لحظة تعفين هذه قاعة للاحتفالات هذه القاعة قاعة عشان الاحتفالات شوفوا هذا المكان فالأهل المنطقة مجمع السكني هذي إذا عندنا محفظة زواج أو عندهم أي مناسبة اجتماعية يقدروا يستجروا هذه القاعة و هذا المكان عشان الناس يجي وخاصة للموضوع الزواجات هنا طبعا فيه قاعة لأهل المنطقة فالأهل المنطقة لهم تخفيض طبعا الأهل المنطقة لهم سكان الحي لهم تخفيض وهنا قاعة وهناك إن شاء الله نروح نشوف المسجد يلا نروح نشوف المسجد طبعا شوفوا أنواع البيوت الموجودة هنا طبعا مساحاتها كبيرة سوف نلاحظ شوفوا مساحات البيوت هنا نوعا ما كبيرة لأنه مجمع سكني يعتبر راقي وهنا نحصل المسجد شوفوا هذا هو مسجد مسجد الاستقامة أو استقامة شوفوا مسجد الحي طبعا أغلب أهل الحي يصلوا هنا الجمعة والفروض الخمس وأيضا صلينا العيد هنا في هذا المسجد الكبير طبعا الشوارع الفرعية الشوارع الفرعية شوفوا أنه عما شوية صغيرة ولكن تكفي لسيارتين بالراحة هذا هو المسجد شوفوا زي ما كنا وراح نشوف الحديقة شوفوا هذا هو المسجد وراح نشوف الحديقة حقة هذا المجمع السكن يلا طبعا في داخل المجمع السكني يوجد بقالات شوفوا هذه بقالة وهنا نلاحظ ملعب لتنس الأرضي لنرى الملعب هنا بعدها نرى الحديقة نرى البيوت نوعاً ما أصغر نرى البيوت أصغر نرى ملعب التنس الأرضي نرى ملعب التنس الأرضي هذا ملعب التنس الأرضي ملعب التنس الأرضي ملعبين طبعاً أهل المجمع يمارسوا هوايتهم في لعب كرة التنس الأرضي طبعاً اليوم عشان يوم دوامات ما فيش أحد العادة إذا كان يوم على قوله مجازة تحصل في العصرية تحصلوا ناس يلعبوا أو في الصباح يوم ملحد كمان في الصباح يجوا ناس يلعبوا في ذا الملعب فاغلبهم من سكان هذا الحي شوفوا كيف البيوت هنا شوف هذا البيت ما شاء الله كبير هنا فيه أرضية فاضية هنا يلعب حارس السكن أو المجمع هنا بالروح جهة الحديقة هذه الحديقة شوفوا هذه الحديقة هؤلاء يمارسوا هوايتهم في ركوب الدراجات ومعب الأم والددي وأطفالها وهؤلاء أطفالها وهذه الطفل الآخر وهنا شوفوا الحديقة هذه الحديقة وهذه حديقة اخرى طبعا حديقة هنا وحديقة في الخلف هناك وهذا تقريبا السور حق نهاية المجمع ترجمة نانسي قنقر كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم اذا اعجبكم الفيديو انشروه في كل مكان ودعمونا باللايكات وعطونا رأيكم في الكومنترات ان تشوفوا الحلقة السابقة sampai jumpa lagi اشتركوا في القناة